موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله المحيط بخفية الغيوب المطلع على سرائر القلوب استخلص العلماء بعنايته وجميل لطفه من غياه بالجهلات وجعلهم أمناء على خلقه يقومون بحفظ شريعته حتى يؤدوا للخلق تلك الأمانات فهم صابيح الأرض وخلفاء الأنبياء يستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في البحر ويحبهم أهل السماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له شهادة نستفتح بمددها أبواب الرضا والرضوان ونشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وخليله قطب دائرة الأنبياء والمرسلين وطراز عصابة أهل الله المقربين المخصوص بالسيادة على العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأنصاره وحزبه صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين ورضي الله عن سادتنا الأولياء ومشايخنا العارفين الأجلاء نخص منهم بالذكر والثناء سيدي محمد بالقايد الذي تربَّ على مائدته العلماء والأولياء فنُعتَ بقطب العارفين وأستاذ الواصلين فقدِّس اللهم سرَّه وأسكنه من الجينان فسيحة ورضي الله تعالى عن نجله وخليفته ووارث سرِّه الشيخ الكامل والعارف الواصل سيدي وشيخ محمد عبداللطيف الذي أحيى الله تعالى به البلاد بزوايا القرآن وشيَّد في الشرق والغرب معاهد للعرفان فربَّا وتخرَّج على يديه طالبةٌ فُرسان وأئمةٌ دُعاةٌ إلى الإيمان والإسلام فاللهم أمِدَّ في عُمره وبارِك لنا في أنفاسه وانفعنا بأمداده وأسراره واشفِه يا رب العالمين شفاءً لا يُغادِرُ سقما بحق اسم الله الأعظم وبجاه جدِّه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادة الحضور شيخنا سيِّد محمد عبداللطيف رضي الله تعالى عنكم ونجل شيخنا سيِّد الحاج الدكتور محمد نور الدين وإخواته وجميع القائمين على الزاوية والطالبة المتعلمين جزاكم الله خيرًا على الحضور والاستماع فإني أولًا أتقدم بالشكر الجزيل لإتاحة الفرصة لهذا العبد الضعيف والفقير بين يديكم للمشاركة في هذا الملتقى العلمي وتقديم هذا البحث المتواضع عن شخصيةٍ مهمةٍ في تاريخ الجزائر العلمي والجهادي والمتمثلة يعني هذه الشخصية في ذلك الولي الصالح والشيخ العارف والبطل المجاهد سيد محمد مزيان الحداد رضي الله عنه ثانيًا أنوِّه بالجُهد المبذول والسعي المشكور لساداتنا القائمين على هذا الملتقى العلمي والمعرفي في طبعته الأولى وعلى رأسهم سادة أنجال شيخنا رضي الله تعالى عنهم فجزاهم الله خيرًا وجميع القائمين والذي يدور محوره على تراجم ساداتنا العلماء والأولياء في الجزائر والتعريف بمآثرهم وسيارهم للأجيال المعاصرة واللاحقة من الطالبة والشباب وإن سيد القاضي عياذ رضي الله تعالى عنه قال ذكر عن شيخه قال ما لكم تأخذون العلم عننا وتستفيدون منا ثم تذكروننا فلا تترحمون علينا وأُثر عن سيد السخاوي تلميذ سيد بن حجر العسقلاني رضي الله تعالى عنهم جميعًا أنه قال من ورَّخ مؤمِنًا فكأنما أحياه إنه ربطٌ أصيلٌ بين العلم والعالم وبين الطالب وشيخه وبين الخلف وسلفه وقد قام الخلف بحق السلف في حفظ تاريخهم بالترجمة لهم خدمةً لتراثهم وإحياءً لذكراهم وما هذا المجلس والمجالس السابقة واللاحقة إلا حلقًا من حلقات سلاسلهم وإني أعتقد حقًا أن تراجم الرجال هي مدارس للأجيال وفي علومهم ومعالم حياتهم أقول سادتي لقد انتظمت هذه الورقات في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة أما المقدمة فكانت مختصرة حول نشأة الزوايا في الجزائر ودورها الرياد في التعليم والتربية أما عن المباحث فالمبحث الأول ذكرت فيه عائلة الشيخ سيد الحداد ومولده وتعلمه وتصوفه وهي عبارة عن مطالب في مبحث واحد وفي المبحث الثاني ذكرت مؤلفاته وتلاميذه وفي المبحث الثالث ذكرت دور الشيخ رضي الله عنه والطريقة الرحمنية في الجهاد ومقاومة الاحتلال فنشرع المستعينين بالله عز وجل في هذه المقدمة المختصرة حول نشأة الزوايا بالجزائر أقول نشأ نظام الزوايا بالجزائر وعموم المغرب الإسلامي بعد القرن الخامس الهجري إذ سميت الزاوية في بداية الأمر بالرباط حيث كان يرابط المجاهدون فيها ضد الأعداء ثم تطور أمرها حوالي القرن السابع الهجري لتتحول إلى مراكز لنشر العلم والقرآن الكريم والتعبد لله رب العالمين وبدخول القرن التاسع للهجرة تكونت في الجزائر مجموعة من الزوايا المشهورة منها الزاوية الثعالبية في مدينة الجزائر والزاوية الملارية في قسنطينة والزاوية الثانوسية بتنمسان وزاوية سيد محمد الهواري وسيد إبراهيم التازي رضي الله عنهما بوهران وتعتبر منطقة القبائل التي تضم جميع منطقة الزواوة بما فيها بيجاية وتزيوزو وما يحيط بها من المدن تعتبر منطقة القبائل من أغنى مناطق الجزائر انتشاراً للزوايا الصوفية العلمية كزاوية التزي راشد وزاوية الأزهري بآية إسماعيل وزاوية سيد عبد الرحمن اليلولي رضي الله عنه والزاوية الزروقية وزاوية سيد يحيى العدلي وزاوية سيد أحمد بن إدريس وغيرها كثير ويلاحظ أن الزوايا المؤسسة على التعليم الديني وتحفيظ القرآن الكريم التابعة للطرق الصوفية في الجزائر كانت مدارس للتربية والتعليم وتهيئة النشئ للمعاهد الإسلامية العالية حيث يتخرج منها علماء وأئمة فضلاء ينتشرون في المدن والقرى والأرياف معلمين وهدات ومرشدين روحيين ومن هنا كانت الزوايا هي الوحيدة تقريبا المؤهلة للطالب ليتخرج عالما وإماما وداعي مصلحة ونجد الكثير منهم التحق بالمعاهد والجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي كجامع الزيتون والجامع الأزهر وكانوا في الأصل أبناء للزوايا التي ماهدت لهم طريق العلم وكان أكثر هؤلاء الذين التحقوا وتوجهوا إلى الجامعات العالمية كانوا علماء في الجزائر وعلماء وفقهاء في زواياهم فهاجروا إلى المشرق للقاء العلماء والتعرف عليهم والتباحث معهم في المسائل العلمية العويسة كما أن هذه الزوايا المنتشرة في ربوع الوطن والتي استمر وجودها طيلة الاحتلال الفرنسي كانت حصنا من حصون الثقافة والهوية الإسلامية وقلاعا للحفاظ على اللغة العربية والتربية الإسلامية والوحدة الوطنية وكانت أيضا معقلا للمجاهدين والأحرار الذين رفضوا وجود الاستعمار الفرنسي منذ بدايته فنجد كثيرا من علماء الزوايا وطلبتهم في الجزائر جمعوا بين جهاد اللسان وجهاد الصنان ورفعوا القلم والسبحة بيد والسيف والبندقية في اليد الأخرى رضي الله تعالى عنهم إن هذه الزوايا كان لها الدور الكبير في حماية العقيدة الإسلامية فكانت بمثابة الصخرة التي تتفتت عليها حملات المبشرين التنصيرية أمام الاحتلال وعلى هذا كان مؤسس هذه الزوايا من مشايخ التصوف في الجزائر أصحاب رسالة ومهمة نبيلة ألا وهي نصرة الدين والوطن فنالوا بذلك محبة الناس لهم وتعظيمهم وتوقيرهم واتباعهم لأنهم صنعوا أجيالا وبنوا مجدا احتفظ التاريخ في صفحاته بأعمالهم المشرقة وبطولاتهم الخالدة وهذا أوان الشروع في مباحث هذه الورقات أقول المبحث الأول عائلة الشيخ الحداد رضي الله عنه ومولده وتعلمه وتصوفه إن أسرة الشيخ الحداد رضي الله عنه جزائرية الأصل من منطقة آث منصور الواقعة في جبال البيبان المتاخمة لوادي الساحل في اتجاهك إلى بجاية فهي تابعة لبلدية ومدينة بجاية غير بعيد عن مدينة أقبو وفي أواخر القرن الخامس عشر أي قبل أربعة قرون كما يذكر سي عزيز ابن الشيخ الحداد أنه انتقل أحد أبناء القبيلة إلى مكان غير بعيد عن الموطن الأول وهي قرية صدوق أفلى واستقر بها وامتهنوا حرفة الحدادة وهي مهنة مهيبة الجانب ومحترمة لدى السكان لما لأدوات الحديد من مفعول إيجابي على الفلاحة وصناعة الأسلحة والإشارة في هذه المهنة التي ذكرها الله عز وجل ونسبها إلى سيدنا داود عليه السلام في قوله تعالى وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد ولذلك لقبت هذه العائلة بالحداد مع جدهم الأول الذي ترك ثلاثة أولاد هاجر أكبرهم إلى قرية الصدوق واستقر هناك وخلف بعد وفاته والدين أحدهما يدعى علي بن محمد الحداد وهو والد الشيخ الحداد والذي كان رجلاً صالحاً يتصف بالصلاح وحصن الرأي اهتم بالتعليم منذ صغاره وبسبب شغافه بالعلم باذر إلى بناء مسجد وجامع يعلم فيه أبناء القرية والقرى المجاورة القرآن الكريم أما عن ولادة سيد الحداد رضي الله تعالى عنه فقد ولد سيد الحداد في قرية صدوق حوالي سنة 1790 للميلاد في أسرة صالحة ومتواضعة فاهتم والده بتربيته وتعليمه دون إخوته الأربعة الذين واصلوا حرفة الحدادة لأنه كان يتوسم فيه علامات تؤهله مستقبلاً ليكون أحد عظماء الأمة الجزائرية وبعد أن أخذ بعض المبادئ والمعارف الشرعية من الزاوية زاوية أبيه انتقل سيد محمد أمزيان الحداد رضي الله عنه إلى زاوية الشيخ الربيع بالموهوب رحمه الله بإمولة التي كانت لها مكانتها العلمية والدينية في ذلك الوقت فواصل دراسته هناك ليتزود بالعلوم الفقهية والعربية على أيدي علمائها منهم صاحب الزاوية الشيخ الربيع ثم ازداد إلحاحاً في الطلب فانتقل إلى جبال جرجرة حيث زاوية الشيخ بن أعراب بالأربعاء ناثراثاً أين تلقى دراساته العليا واستوعب ما شاء أن يستوعب من العلوم والمعارف ثم انتسب إلى زاوية قشطولة بآية إسماعيل التي أنشأها الشيخ العارف بالله سيد محمد بن عبد الرحمن رضي الله عنه مؤسس الطريقة الرحمنية الملقب ببقبرين وفي هذه الزاوية العامرة عاكف الشيخ الحداد على التصوف وعلومه انتسابه إلى الطريقة الرحمنية أكرم الله تعالى سيد الشيخ العارف بالله سيد محمد مزيان الحداد رضي الله عنه بالانتساب إلى الطريقة الرحمنية ليكمل على أيدي مشايخها ما كان ينقصه من أسرار ومقام الإحسان ليتم له الكمال في مقامات الدين الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان ولكن سيد الحداد رضي الله تعالى عنه لم يأخذ الطريقة عن شيخها المؤسس سيد محمد بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه مباشرة إذ كان عمره عند وفاة المؤسس لا يتجاوز الثلاث سنوات وإنما أخذها عن مريده الشيخ سيد الحاج عبد القادر بن المختار رحمه الله تعالى ثم تسلك على يد خليفة المؤسس مؤسس الطريقة الشيخ سيد علي بن عيسى رحمه الله ووقع له الفتح على يديه وكان شيخه شغوفاً بمريده وتلميذه سيد الحداد نظراً لاهتمامه بالعلم وسرعة استيعابه فاكتشف نبوغه وفطنته ولاحظ إخلاصه وصدقه وجده في الطريقة مما أهله ليتقلد مهمة المقدم للطريقة الرحمانية وأذن له بإعطاء الأوراد وتكوين زاوية بمسقط رأسه للطلبة والإخوان الرحمانيين كما كانت أيضاً هذه الزاوية ملجأاً لأبناء السبيل والفقراء والمساكين وذكر الشيخ سيد الحداد رضي الله عنه أنه لازم شيخه سيد علي بن عيسى رضي الله عنه ثمانية عشر عاماً بلا القطاع وبعد وفاة شيخه اتصل بأحد تلامذة شيخه وهو الشيخ سيد المهد السكلاوي اليارثني رحمه الله الذي كان عالماً وعارفاً وكان من أصحاب القرار النافذ لدى قبائل زواوة أثناء الحملات الفرنسية الأولى على المنطقة فيقول سيد الحداد رضي الله تعالى عنه في رسالة أرسلها إلى أحدهم بعد الحمدالة والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لازمت الشيخ بن عيسى رحمه الله نحو ثمانية عشرة سنة طلباً لخلاص نفسي من علالها فعالجني جهده وتركني عليلاً لأن دائي عضال فهممت أن أتخذ شيخاً ولو أفاقياً خارجاً عن طريق الشيخ يعني هم أن يتخذ شيخاً آخر ولو خارج طريقة شيخه حتى لا يبقى بلا شيخ رضي الله عنه قال فإذا بمن أطلبه من تلامذته وممن شهد له الشيخ بالكمال والوصول ألا وهو الشيخ سيدي الحاج المهدي يقصد السكلاوي اليارثني رضي الله تعالى عنهم جميعاً ثم عاد الشيخ الحداد رضي الله عنه إلى قرية الصدوق أفلى في جبل سيد علي أشتوق وكان فيها منزله وخلوته التي كان يتعبد فيها ورزق بعد زواجه ببنات وولدين هما عزيز ومحمد وكان ينبضان فتوة وشباباً حيث تربي على يد والدهما ما أهلهما لممارسة المسؤولية الثقيلة في المستقبل أكبرهما محمد وكان مجاهداً وقاضياً كبيراً لم يرضى بالاحتلال الفرنسي منذ صغاره وكان من القادة الكبار في ثورة الشريف ببغلة رحمه الله أما أخوه عزيز رحمه الله فكان رجلاً سياسياً محنكاً وكان قائداً على منطقة عموشة لفترة قصيرة وكان اختيار سكان قرية صدوق للشيخ الحداد ليكون إماماً ومعلماً لهم ولأبنائهم نظراً لمكانته العلمية والدينية وسمعته الاجتماعية فكان محل احترام وتقدير بالغين من طرف السكان وهذا من باركة الإذن المبارك من شيخه ومبادرته إلى تنفيذ ما أمره به شيخه وهو إنشاء الزاوية التي صارت مركزاً لطالبة العلم والمعرفة كما كانت مركزاً لتجمع الإخوان الرحمانيين المنتشرين في ربوع القطر الجزائري وخارجه الذين كانت لهم زوايا فرعية منتشرة في مناطق زواوة والصحراء وتونس وليبيا ومصر والمدينة المنورة وفي عهده توافد عليه الطالبة وكثر الأتباع وانتشر صيت الزاوية بين العلماء وعامة الناس وذلك بفضل هذا الشيخ المجاهد والولي الصالح سيد محمد أمزيان الحداد رضي الله عنه الذي أحيى الله به معالم الطريقة الرحمنية على منهج صحيح وتصوف أصيل حيث إن زاويته جمعت بين كونها معهداً علمياً ومسجداً للصلاة والعبادة وممارسة التصوف على الكتاب والسنة ويقصدها الناس للاستفسار عن الحلال والحرام والإصلاح بين المتخاصمين وكانت أيضاً الزاوية تحوز على مكتبة زاخرة بالكتب والمخطوطات النادرة وبقي البعض منها في الزاوية ومعظم تلك الكتب انتهابتها أيدي الاحتلال وأخرى أحرقت بعد هدم الزاوية من طرف الاحتلال وكان الشيخ سيد الحداد رضي الله عنه هو المشرف المباشر على التعليم وهو الذي كان يعين المواد العلمية التي تدرس المبحث الثاني مؤلفاته وتلاميذه أقول إن الشيخ رضي الله عنه كان ديدنه وهجراه في ليله ونهاره تعليم العلم والوعظ وتربية الموردين والعمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى بالتي هي أحسن كانت همته في تأليف وبناء الرجال الذين سيحملون مستقبلا راية الجهاد والذول عن الوطن ولم يذكر عنه أنه اشتغل أو اهتم بالتأليف كثيرا وذلك بسبب كثرة انشغالاته واهتماماته وتربيته وتعليمه كما ذكرنا إلا كتابا واحدا وصلنا في التصوف سماه التقييد المحل للتعقيد في التصوف كما ترك أيضا وصايا أوصى بها أبناءه وتلاميذته من إخوان الطريقة الرحمنية وبسبب أن كثيرا من الجزائريين لا يعرف سيد الحداد إلا من بابه ومن جانب الجهاد فقط ولا يعرفه من الجانب العلمي وتحققه العلمي وأنه كان عالما ربانيا محققا فإنني سأذكر تعريفا موجزا عن كتابه التقييد المحل للتعقيد حتى يقف عليه طلبتنا وشبابنا وهو لسيد الحداد رضي الله تعالى عنه وهو الكتاب الوحيد الذي وصلنا يتكون الكتاب من مقدمة واثنى عشر بابا وخاتمة أما المقدمة فبعد البسمالة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الشيخ رضي الله عنه عن الأوضاع السيئة التي وصل إليها المسلمون في ذلك الوقت كما ذكر الأسباب التي دفعته إلى تأليف هذا الكتاب والمتمثل في غيرته على الدين والعمل بوصية شيخه سيد المهدي السكلاوي رضي الله تعالى عنه حيث قال سيد الحداد في الكتاب في المقدمة حمالتني غيرة الإيمان مع سبق القدر وإشارة شيخي في الطريقة الجامع بين الحقيقة والشريعة سيد الحاج المهدي السكلاوي اليارثني من شاءً وبلدًا رضي الله عنه وأدام بقاءه والنفع به للمسلمين على أن أجعل تقييدًا مشتملًا على أشياء استعملها أهل الطريق وأنكرها عليهم أهل الظاهر جهلًا منهم بالشريعة وما كانت عليه بواطن الصحابة رضي الله عنهم وأوضح ذلك بالنص الصريح من الكتاب والسنة وكلام الآئمة المقتدى بهم فجاء بحمد الله تعالى تقييدًا مفيدًا ناصرًا لأهل الأوراد وحجةً بالغة على أهل النكر والغفلة والعناد انتهى كلامه سيد الحداد كما أنه تحدث في المقدمة عن وجوب حصن الاعتقاد في المؤمنين عموماً والأولياء رضي الله عنهم خصوصاً فقال رضي الله عنه اعلم أن الاعتقاد أصل كل خير والانتقاد أصل كل شر ثم شرط الاعتقاد عدم الاغترار وشرط الانتقاد عدم الإضرار ثم نقل كلام سيد أبي عبد الله المغربي رحمه الله بقوله لاعتقاد ولاية والانتقاد جناية وذكر قاعدة مهمة في البحث والمعرفة والعلم عند العلماء وعند أهل السلوك أيضًا وهذه القاعدة لو طبقت لقل الخلاف بين أهل الظاهر وبين ساداتنا الصوفية قال فإن عرفت فاتبع وإن جاهلت فسلم ومبنى التصوف على التسليم والتصديق كما أن مبنى الفقه على البحث والتحقيق فالأصل عندنا حصن الظن حتى يتحقق العارف ومبنى الأمر عند الفقهاء على عكسه حتى يتحقق الصارف والحذر عند الجميع واجب ثم نقل كلام سيد بن عطاء الله رضي الله عنه في مفتاح الفلاح بقوله إياك ومعادات أهل لا إله إلا الله فإن لهم من الله الولاية العامة ومن ثبتت ولايته حارمت محاربته ويعلق سيد الحداد رضي الله عنه على كلام سيد بن عطاء الله رضي الله عنه بقوله إذا علمت هذا فاشدد يد قلبك عليه واعتقد اعتقاداً جازماً أن كل مؤمن يوحد الله تعالى ولا يشرك به شيئاً مع إقراره برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولي الله بلا نزاع إما عموماً أو خصوصاً تحصل لك بركاتهم في الدنيا والآخرة أما في الباب الأول والثاني والثالث فإن هذه الأبواب عقدها في الترغيب في ذكر الله وذكر فوائده والتحذير من تركه حيث بدأ بذكر الأحاديث الدال على فضل ذكر الله مع التخريج لأصحابها من أهل الكتب التسعة وغيرهم مما يدل على اهتمامه بالسنة وعلومها والحرص على رواية الأحاديث من مصادرها وفي الباب الرابع عقده في الجهل بالذكر وقال هو باب مهم وهو المقصود الأعظم من هذا التقييد المحل للتعقيد لكثرة الإنكار من أهل الجهل والعناد والتفنيد ثم ذكر فيه كلاماً نفيساً ونقل نقولاً عن الأكابر الفحول أمثال سيد ابن عطاء الله وسيد الحجة الإسلام الغزالي وسيد الثعالب والصيوطي وسيد الزواوي البجائي وغيرهم من الفحول والعلماء وفي الباب الخامس تحدث عن الذكر والتلاوة أيهما أفضل؟ هل الذكر أفضل؟ أم التلاوة أفضل؟ وذكر الخلافة بين العلماء في هذه المسألة ثم قال مرجحاً كلام الإمام الساحلي رحمه الله تعالى في كتاب البغية قال إذا تأملت هذا أيها الواقف حق التأمل كلام هؤلاء العلماء حصل لك علم اليقين أن الأفضلية راجعة إلى حال التالي والذاكر لا بالنسبة إلى القرآن العظيم باعتبار معناه إذ لا يشك عاقل أنه أفضل من غيره ولا خلاف بينهم في ذلك أما الباب السادس عقده في الذكر والفكر أيهما أفضل؟ ونقل في ذلك كلام الإمام القشيري عن السلم رضي الله عنهما أن الذكر هو أتم من الفكر ونقل كلاماً عن البلال وهو مختصر كتاب الإحياء الذي قال فيه بأن الفكر أفضل وأتم من الذكر وأن الفكر ذكر وزيادة إذ هو غاية للذكر ثم إن الشيخ الحداد رضي الله عنه أدل بدلوه في هذه المسألة بكلام يدل على عمقه وتمكنه في العلم والمعرفة فقال وهذا الخلاف لفظي واعتباري إذ الأول في معنى الذكر وحقيقته والثاني في ثمراته يعني أن الفكر هو ثمرة الذكر قال فاختلف موردوهما فتأمله بإنصاف وفي الباب السابع ذكر آداب الذكر وقال لأنه عمدة الطريق وسلم يعرج عليه إلى التحقيق ثم أطال النفس في هذا الباب أما في الباب الثامن فإنه تكلم عن بعض أحوال الذاكرين أثناء ذكرهم واهتزازهم ففرق بين الواعي المختار وبين المسلوب لاختيار وذكر أن كل واحد منهما له حكمه مع نقل لأقوال الفقهاء من المالكية فيما يشبه هذه المسألة كقاعدة قياس الشبه وقاعدة التخريج ونقل كلاما عن سيدي أحمد بن يوسف الملياني رضي الله عنه في كتابه الأسئلة والأجوبة وذكر فتوى الصيوط في مسارك الحنفة وشيخ الإسلام البلقيني في مشروعية الاهتزاز لمغلوب الحال وقال بأنه صدر من كبار الآئمة منهم شيخ الإسلام العز بن عبد السلام رضي الله عنه وذكر كلاما نفيسا يذيق الوقت عن ذكره أما في الباب التسع فإنه تحدث عن المشيخة وما يتعلق بها وقال وهو باب مهم عظيم الموقع وقد أنكره بعض المعاصرين اكتفاءا بالكتاب والسنة مع جهله بهما وعدم تحققه فيهما ونقل كلاما طويلا في الباب للشيخ سيد زروق في شرحه على حزب البحر حيث ينكر فيه على من يكتفي بالعلم الظاهر في المشيخة أو من يعتمد على شرط وجود الكرامة الحسية أو من يعتقد في المجاذيب والمجانين وينكر على المشايخ أو يشيخ الأموات ولا يرضى بالأحياء وقال بل غالب العامة إنما يريدون وهو كلام النفيس قال بل غالب العامة إنما يريدون من يبدل لهم القدر ويكشف لهم الغيب أو يخالف الحكمة أو يخرق حكمة الشريعة أو يستظهر بالأمور الشنيعة فجعل رضي الله عنه هذه الاعتقادات والتصرفات من هاوى النفس والوقوع في العماية وأكد سيد الشيخ الحداد كلام الإمام سيد زروق رضي الله عنه بقوله ولقد رأيت كثيراً من الناس يعتقدون الولاية من غير أهلها وهم أهل البدعة الشنيعة كترك الصلاة ومنع الزكاة وأطال في ذلك ثم قال وهم من أهل السحر والشعوذة والمكاشفة يقفد بالمكاشفة الشيطانية ثم شرع في تأصيل مسألة الشيخ المرب وأطال فيها ثم قال ثم لم تزل المشيخة موروثة إلى يوم القيامة ولا ينكرها إلا جهول بأصول الشريعة أما في الباب العاشر فإنه عقده في التلميذ وما يتعلق به وعن شروطه مع شيخه وذكر كلاماً ذكره سداتنا الصوفية في كتبهم عن شروط مريد مع شيخه من التسليم والانقياد والاتباع والأدب والتعظيم وغير ذلك أما في الباب الحاديع عشر في حكم ذكره في حكم من مات له شيخ هل يجدد شيخاً آخر أم لا؟ قال رضي الله عنه وهي مسألة مهمة كثيرة الوقوع وأطال الكلام في هذا الباب مستنداً ومستشهداً بأقوال مشايخه في الطريق أمثال سيدي محمد بن عبد الرحمن بقبرين رضي الله عنه وشيخه سيدي علي بن عيسى رضي الله عنه وخلاصته أنه يجب على السالك إذا انتقل شيخه إلى الرفيق الأعلى أن يجدد العهد على يد شيخ آخر يكون مأذوناً من شيخه كاملاً في مشيخته ومعرفته ولا يبقى بلا شيخ فيصير كاليتيم وصرح بنفسه سيد الحداد في رسالة كتبها وقد ذكرتها في المقدمة أنه ذكر كيف بحث عن شيخ آخر بعد انتقال شيخه فهداه الله تعالى إلى شيخه سيد الحاج المهدي السكلاوي حتى لا يبقى بدون شيخ وفي الباب الثاني عشر تحدث الشيخ الحداد رضي الله عنه عن الفرق بين الأبرار والمقربين وأتى فيه بالعجب العجاب بلا مزيد عليه من العلوم والأسرار والمباحث العلمية الدقيقة من أقوال العلماء والعارفين أما في خاتمة الكتاب فإنه تناول عدة مسائل كمسألة النفس والروح والقناعة والإخلاص والفتوة والتوبة وسناد الخرقة وعن عدد أهل الضائرة وغيرها من المسائل وتكمن أهمية هذا الكتاب سادتي هذا كتاب فذ وأن صاحبه سيد الحداد رضي الله عنه جمع فيه علوما شتى وفنونا من العلوم قل أن تجدها مجتمعات في كتاب واحد مما يدل على أنك أمام طود شامخ وولي عارف وعالم محقق رضي الله عنه وأرضاه أما تلامذ الشيخ سيد الحداد رضي الله عنه فقد تتلمذ عليه كثير من المشايخ الذين طلبا عنده ثم صاروا مشايخا عظماء ومربين ومعلمين ومن بين وأشهر تلاميذه رضي الله عنه على سبيل المثال تلميذه صاحب زاوية بجليل سيد محمد بن أبي القاسم البجليلي رحمه الله الذي ذكر مناقب شيخه سيد الحداد في عدة مؤلفات منها كتاب نور الراجي في إعراب مقدمة الصنهاجي يعني سيد الصنهاجي ابن أجروم ذكر فيه أنه تعلم عن الولي الصالح سيد محمد مزيان بن الحداد رضي الله عنه علوم الدين وفي كتابه التفسير في علم القراءات ذكر أنه درس عليه علم المنطقي والجوهر المكنون في علم البيان والبلاغة والسمر قندية وغير ذلك من الكتب أيضا تلميذه الآخر الشيخ سيد محمد بن عمارة رحمه الله تعالى الذي كان شيخا عارفا وفتح الله تعالى عليه على يد شيخه سيد الحداد ومنهم تلميذه الشيخ الموهوب الذي درس وتربى على يد سيد الحداد بالزاوية ثم قام بنشر العلم والمعرفة بمنطقة آث ورثلان ومن تلاميذه الأنجاب الشيخ سيد محمد بن عمارة الوزلاقي رحمه الله الذي كان والده عالما ومتصوفا وزميلا لشيخ الحداد أيام الطلب فاتصل التلميذ بالشيخ الحداد وتتلمذ عليه وأخذ عنه ما فتح الله به عليه من فقه وأصول وعلم الفلك كما أخذ عنه الطريقة الرحمانية وأذن له في إعطاء الورد للإخوان ويذكر هذا الشيخ هذا التلميذ سيد محمد بن عمارة في مخطوطة له وقفت عليها موجودة إلى الآن أن شيخه سيد الحداد قال له أبوك من الذاكرين الله تعالى كثيرا ولكن أكثر عبادته الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له أفار ومؤلفات منها كتاب عمود النسب تناول فيه تاريخ الأشراف في بلاد القبائل وله تاريخ المغرب الكبير ورسالة في التصوف وأخرى في التوحيد وله شروح وتعليقات في الفقه والفرائض ومن تلاميذه الأفذاذ أيضا الشيخ القاضي الصدوقي وهو الفقه المرب الصالح تعلم في عدة مناطق ولسنوات عديدة حتى تفوق في علوم مختلفة خاصة في الفقه والفرائض حتى لقب بمالك الصغير وختم مختصر سيد خليل أربعين مرة وله كتاب آخر تحدث فيه عن أعوام المجاعة والأوبئة والحوادث وفي هذا الكتاب ذكر فيه مآثر ومواقف شيخه سيد الحداد وسخاءه وعجائب ما كان ينفق في تلك المجاعة التي وقعت بالجزائريين في بلاد زواوة فقال رضي الله عن شيخه قال زاد على ما كان منه من الإطعام في الأعوام الماضية وقام بذلك أتم قيام جزاه الله بأحسن الجزاء قال وأنه في النهار يفرق الخبز على المستحقين ولا يزال الطعام قائما من بيته إلى وقت العشاء وفي الليل يخرج قصة عن متعددة من الكسكسي قدر عشرين أو أكثر من ذلك وهذه الصفة لا تجدها إلا في معادن الرجال الربانيين وأيضا من تلاميذه الشيخ سيد أبو القاسم الحسين العباسي والشيخ الحواس والشيخ الحسن بوسنة وأيضا شيخ سيد الحملاوي الذي أسس زاوية الحملاوية وعم نفعه وعلمه في مناطق شرغوم العيد ومن ذريته سيد عبد المجيد الحملاوي البلقائدي صاحب الزاوية الحملاوية رحمهم الله جميعا المبحث الثالث دور الشيخ الحداد رضي الله عنه والطريقة الرحمانية في مقاومة الاحتلال أقول أدت الطريقة الرحمانية وشيوخها دورا بارزا وفعالا في مقاومة الاحتلال الفرنسي منذ أن وطئت قدمه النتنة أرض الوطن حيث لب الإخوان الرحمانيون نداء الداي حسين وأخذوا في جمع المال والسلاح وتطوعوا بالآلاف من مناطق عديدة من فليس والأربعاء ناثيراثا ومن حوض الصمام وغيرها من المناطق وكان يقود الجيوش ثمانية عشر مقدما من طريقة الرحمانية وستمرت تلك الثورات وانتشرت في ربوع الوطن يقودها زعماء كبار من الرحمانيين منهم الشيخ بن عزوز بناحية البرج ومسيلة ولل فاطمان سومر وشريف بوبغلة والصديق بن أعراب والحاج عمر الجعدي وتوتَّدت الصلاة والعلاقة بين الطريقة الرحمانية وبين سيد الأمير عبدالقادر رضي الله عنه عنه إذ انضم إليه وتحت لوائه الكثير من الإخوان الرحمانيين بمنطقة الجرجرة بقيادة أحمد بن سالم وكانت منهم سيدة لالة فاطمان سومر التي أعلنت الجهاد وقالت إنهم احتلوا أرضنا بالسلاح فيجب علينا تردوهم بالسلاح أيضاً ثم كانت ثورة الواحد وسبعين وثمانمائة وألف ألف وثمانمائة وواحد وسبعين ميلادية التي قادها الزعيمان العظيمان هما الحاج محمد المقراني كقائد عسكري والشيخ الحداد كزعيم وشيخ روحي وكان من أسباب اندلاع هذه الثورة العظيمة ما تعرضت له بعض القبائل كالحنانشة وغيرها من اضطهاد وحشي من طرف المحتل الفرنسي وكذلك الروح الجهادية المتوقدة في النفوس واستمرار الرفض القاطع من الشعب الجزائري لوجود الاحتلال على هذه الأرض المباركة وكذلك غضب المقراني من الأسباب غضب المقراني على قانون كريميو وكريميو هذا أصله يهودي الذي مكن اليهود من التسلط على الجزائريين وذلك بإعطائهم الحق في التسهير الإداري والسياسي حيث عبر المقراني رحمه الله عن رفضه قائلاً لن أخضع أبداً ليهودي وسوف يهون علي أن أضع عنقي تحت السيف ولو قطع رأسي على أن أضعه تحت سلطة يهودي ثم قال لا يمكن أن يحدث هذا أبداً فكانت هذه الكلمات هي الشرارة الأولى لاندلاع ثورة 1871 ميلادية وأعلن الجهاد ونادى في الشعب إلى حمل السلاح قائلاً إن يوم الخلاص قد حان وفي نفس الوقت كان الشيخ سيد الحداد رضي الله عنه يعبئ الناس ويحرضهم ويناشدهم باقتناء السلاح تحضيراً للوقت المحدد للثورة وشرع المقراني يراسل الزعماء والمشايخ يدعوهم للانضمام إلى الثورة فاستجابوا لنداء الجهاد وعلى رأسهم شيخنا الحداد رحمه الله رغم ضعف جسمه وكبر سنه فأمر ولديه سعزيز ومحمد ببداية التحرك وتنظيم الصفوف تصحبهما باركة الشيخ ودعواته وفي الثامن أبريل سنة 1871 ميلادية خارج الشيخ من خلوته التي يتعبد فيها إلى سوق ماسسنا بصدوق حيث استقبلته الجموع ينتظرون أمره للخروج إلى جهاد العدو وبعد أن صلى بالناس ألقى خطابه المشهور قائلاً إننا سنثور على فرنسا في كل مكان من بلادنا وإن الفرصة قد حانت لنتخلص من الفرنسيين الذين يبثون الشقاق بيننا ولم يبق إلا الجبناء يترددون عليكم بالوحدة ونبذي الذين تجرأوا على تدنيس أرض الجزائر علينا أن نترفع عن الحسابات الضيقة لأن القضية في غاية الخطورة فاحذروا من الموالين يعني العملاء من الموالين لفرنسا الظالمين في حق الشعب فقاتلوهم لأنكم في كفاحكم ضد العدو ستجيدونهم في الصفوف الأولى عليكم بتفادي السطو والسلب والحرق والظلم والاحتقار مطبقاً في ذلك سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن ذلك سيذركم فارفعوا عن أنفسكم الخوف زودوها بالإيمان واستقبلوا الموت في سبيل الله فبإذن الله تعالى وعون الرسول صلى الله عليه وسلم سنرمي بفرنسا إلى البحر الذي جاءت عن طريقه كما أرمي أنا عصايا هذه إلى الأرض ورمى بعصاه على الأرض فكان لندائه رضي الله عنه صدًا عظيم حيث ارتفعت الحناجر بالتكبير وألهب الضمائر والنفوس وأوقد نار الجهاد في قلوب الإخوان الرحمانيين والعامة من الناس ورددت الجبال صوته ليصل إلى السهول والصحاري وانتشرت الثورة لتشمل قرابة نصف البلاد وذهل الفرنسيون وانتابهم الذعر والرعب وفروا إلى المدن الكبرى وتحصنوا بحصونهم وهكذا استطاع الشيخ سيد الحداد رضي الله عنه أن يجلب للثورة أكثر من مئتين وخمسين قبيلة ويجند ما يقارب مئة وعشرين ألف مجاهد كلهم إيمان وشجاعة وانضباط وقد خلد شاعر الثورة مفدي زكريا رحمه الله مواقف وأمجاد الشيخ الحداد رضي الله عنه وثورته فقال وصوت ابن الحداد دو دويا ينادي البدار ويدعو القتال من آل مقران في الشاهقات نصور بواشق تهوى النزال إلى أن قال وحداد في السوق ألقى عصاه وأعلنها في الذرة والبطاح كمثل عصايا سألقي الفرنسيسة في البحر أركلهم بالرماح ويقول محمد الشريف بن الشيخ في رفاء الشيخ وذكر أمجاده قال عابد في خلوة لا يفطر ينشد الرضوان يتلو يجأر عالم صوفي تقي زاهد يلهم الإخوان نهجا يبشر إلى أن قال مهد العرفان أضحى منبعا يستقل فتيان علما يغزر هكذا الحداد رمز للعلا فالزموا نهجه يا من يبصر قلنا إن الإخوان الرحمنين لبوا نداء الشيخ للمقاومة واندلعت الثورة وامتدت من الحدود الشرقية إلى شرشال غربا ومن القل وجيجل وبجايا وتزوز شمالا وإلى الزبان والأوراس وواحات الصحراء جنوبا وكان قد عين الشيخ مقدميه قادة منهم مالك البركان بمنطقة مناصر وشرشال وحجوت وأيضا خديجة بن بالكانون ومحمد وعلي السحنوني ودامت الثورة عاما كاملا خاذ الثوار خلالها ثلاثمائة وأربعين معركة ضد المحتل الغاشم الذي قدرت أداده بحوالي مئة وثمانين ألفا ما بين جنود وضباط وعملاء وفي الخامس من شهر ماي ألف ثمانمائة وعلى سبعين ميلادية بينما كان المقراني رحمه الله يصلي تلقى رصاصة في رأسه من بعض العلماء الخونة وسقط شهيدا ومعه ثلاثة من رفقائه فخلفه أخوه ابو مزراق المقراني واتصل بشيخ الحداد واتفق على الاستمرار على الثورة وجدد الشيخ الحداد رضي الله عنه نداءه بمواصلة الجهاد وعدم التوقف باستشهاد المقراني فثار المجاهدون من جديد بإيمان أقوى وأرسنتهم تلهج بذكر الله عند كل معركة فكانوا يدكون معسكرات العدو الواحدة والآخر فسطروا بطولات خالدة وحققوا انتصارات عديدة ولكن بعد ذلك بدأ الضعف يدب بين قوات الجزائريين لأسباب كثيرة منها الفقر وقلة الدعم والسلاح ووجود العملاء الخونة الذين أثروا على المقاومة وأيضاً اقتراف المحتل الفرنسي لجرائم شنيعة وإبادات لقورة كاملة انتقاماً من الشيخ ومقاومته فبدأت الهزاء متقع على القادة وجنودهم مما اضطرت الظروف القاسية الشيخ سعزيز نجل الشيخ الحداد مع جماعة معه إلى الاستسلام بعد أن تأكد للجميع العجز التام والمواجهة المستحيلة وبعد يومين فقط تم إلقاء القبض أيضاً على أخيه محمد أما الشيخ سيد الحداد رضي الله عنه فاعتق له الجيش الفرنسي في الثاني عشر جوليا سنة 1871 ميلادية وكانت علامات الإرهاق بادية على وجهه نظراً لكبار سنه الذي تجاوز الثمانين وعند إخراجه من بيته كتب على حجر الصوان قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف توقف عند هذه الكلمة وهو يشير إلى ما بعدها وفي ذلك سر وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت فأحياهم الله إشارة بأن الثورة والجهاد سيحيا وسيحيه الله تعالى من جديد عن طريق هذه الآية وصدر الحكم عليه يوم التاسع عشر أفريل سنة ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعين ميلادية بالسجن الإنفراضي بخمس سنوات واقتيد إلى السجن الكودية بقسنطينة وهناك قال كلمته المشهورة إذا كان الفرنسيون أصدروا علي الحكم بخمس سنوات فإن الله قدر لي خمسة أيام ليلفظ آخر أنفاسه بالسجن بعد أيام عن عمر يناهز ثلاثة وثمانين سنة قضاها في العلم والتربية والعبادة والجهاد بدون كلل أو ملل فرضي الله عنه وجزاه الله عننا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وقد أوصى رضي الله عنه بأن يدفن في قريته التي نشأ بها ولكن بعد موته رفض الاحتلال الفرنسي أن يدفن في مسقط رأسه فدفن في قسنطينة وذلك خشية من الاحتلال أن يصير قبره مزارا للناس يلهمهم الثورة والجهاد من جديد ولكن الله تعالى لا يخيب رجاء أوليائه فحقق الله تعالى ما أوصى به وتمت إعادة دفنه في مسقط رأسه بصدوق عام 2009 ميلادية رحمه الله تعالى ورضي عنه وأختم بهذه الكلمة وهي قوله عندما سئل عن سبب إعلانه للجهاد فأجاب قائلاً أعلنت الجهاد على فرنسا لأضع فاصلاً بيننا وبينهم تلك الدماء التي ستسيل ستجعل عداوتنا أبدية وتقف حداً بين المسلم والفرنسي وبدون هذه العداوة سيأتي يوم أين أولادنا وأولادهم سيندمجون ولا يختلفون في شيء ثم قال الآن غرست شجرة الحرية عليكم بسقيها كي لا تموت ونعم فقد سقيت في ثورة شيخ بعمامة والثوارات التي بعده ثم ثورة 1954 فرضي الله تعالى عن سيدي الحداد وعن جميع الأولياء والصالحين والعلماء بالجزائر والمجاهدين الأبطال ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الجزائر وأن يحرصها بعينه التي لا تنام يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وأن يجعلها يا رب العالمين عزيزة الجانب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم وفق فيها ولي أمرنا لخدمة البلاد والعباد وخيض له البطانة الصالحة التي تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي يا رب العالمين ونسأل الله تعالى لشيخنا سيدي محمد عبداللطيف أن يشفيه شفاءً لا يغادل سقما اللهم اشفيه شفاءً لا يغادل سقما اللهم متعنا بعموره وأمداده يا رب يا أرحم الراحمين اللهم باركنا في أنفاسه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وأن يجعل هذه الزاوية وسائر الزوايا يا رب العالمين زوايا شيخنا عامرةً بالقرآن والعلم الشريف يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة